بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بإذن الله باش نطيبوا عجة تونسية حسب طلب عديد المشاهدين حسب رغبتهم ثمان يستطلبونها في العجة المكونات هي الأساس العجة هو العظم وعنا هذا الثوم وهذا ورق الغار أو الرنت وحبيت طماطم فيما تشوفوا طماطم تكون حامرة طائبة وهذا ما حبيتين فلفل لون واحد لونه أحمر واحد الأكثر وزيت زيتون وهذا من البهارات الملح الفلفل لكحل الكروية الكركم نحن استعملوا على الكروية والكركم والفلفل لكحل والملح حسب الرغبة نطيبوها نشوفوا كيفية نبدأوا الطريقة التي نطيبوا بها العجة اما نقصوا مكعبات صغيرة بالطريقة هذه يعني مكعبة صغيرة بالكل اما نرحوهم في الخلاط كل واحد حسب رغبته يعني اللي يحب طماطم يشوفها اما نرحوهم في الخلاط نفس الشاي الثوم نغفصوه ونقصوه ونقصوه اما نرحوه كل واحد حسب الرغبة يعني اما نرحو الكل ونحطوهم في الخلاط هذه المطريقتين اللي يحبهم صحيحة وتوقفيش باش نطيبوها ووقتيش بعد ما تتقلط طماطم بالزيت نضيفه زيت زيتون هذا الوعان كما تشوفوا ونضيفه القلاية كبيرة نضيفه طماطم ونضيفه طماطم طماطم اما نرحوه نرحوه طماطم كما شوفته طماطم أرحيناها في الخلاط نكمل البقية مثل نقيت طماطم لكامل كما نرحوه طماطم نضيف حطوم لطماطن نضيف حطوم لطماطن نضيف الحوارات نضيف حطوم بكثرة نضيف حطوم التروية نضيف حطوم كركم الملح نتجعلها على النار تتقلم بها ونضيفها على النار لخمسة دقائق وعشرة دقائق ونضيف لها الفلفل نحول البذور لن يكون حارة نحول البذور نقص شراء نضيفها ثلاثة السبب الملح حتى نضيف السبب النضيف الملح نضيف نضيف الملح 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 نضيف لها حبات الفلفل نضيف برشة ماهية طماطس نضيف برشة ماهية طماطس نضيف برشة ماهية وحدة تخرج الماء غضب شرائح الفلفل نضيف شرائح لفلفل وفلفل أحمر نضيف شرائح الكثير لكي نضيف شرائح نضيف الوصف نضيف الوصف نضيف الوصف الوصف نضيف الوصف ونضيف الوصف فترة لاساعدة نضيف الوصف اليوم لأربع الكعبات نجمت بطريقه في الطريق المالكة نجمت خليقه نجمت خليقه نضيف الوصف سوف نطفع عليها الأعضام جيد عندما تحبها رايب تخليها رايب عندما تحبها طيب تخليه طيب يعني لا يزال الأعضام رايب كل شخص يحبه رايب ولا طيب كل شخص يحبه طيب ما كنته في البيض يعني يخلي العجة بطريقة هي يحب البيضة تكون رايبة مش مطبوخة على الآخر ولا يحب يخليها تطبخ على الآخر هني كما تشوفوا العجة بتاعنا ثابت نحوها من على النار يعني كلها أكلت طازجة يعني خضرة طازجة مع الناشمو على البيت أكلة صحية وسريعة التحضير ثابت نحوها نطف عليها النار ثابت يكتروا بالشفاء يجب عليها شرائح الفلفل أحمر وليست يزينها نقدموها بالشكل هذا نضيف كل شخص كعبة البيض والصوص من الأجنب من الحافة هذا يتقديم لكل شخص وتأكلوا بشفاء وإن شاء الله تعجبوا اشتركوا في القناة